في اطار علاقات الصداقة والتعاون بين شاد والجمهورية الاسلامية المورتانية غدر صباح اليوم فخامت رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي فلقلق محمد دريس دي بيتنو برفقة وافترة في المستوى العاصمة انجمينة متوجهة عاصمة المورتانية نوكشوت وتتبرده زيارة زيارة عمل وصداقة حيث كان في وداء رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي لدى مغادرة العاصمة انجمينة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بايمي باتاكي البير وعدد من اضاء الحكومة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية وعمدة بلدية انجمينة التقى اليوم وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة محمد احمد الذين التقى بمتابه القائم بالاعمال بالانابة لدى السفارة القطرية سعادة ابن ستار صالح الانصاري حيث بحث هذا اللقاء مسائل تتعلق بالبيئة وحماية الحيوانات البرية والمائية التي لها دور كبير في الحفاظ على البيئة من التلوث كما انه سيتم وضع لجنة مشتركة مع السفارة القطرية بتنصيقهم عبر وزارة الشؤون الخارجية لارسال وفتة شادي في مجال البيئة الى قطر من اجل التوقيع لمذكر التفاهم بهدف خلق فرص عمل لشباب مع النظمات القطرية ويأتي هذا اللقاء في اطار تعزيز التعاون بين البلاد وقطر لاسيما في مجال البيئة والحفاظ على التنوع البيئي بعد انقاد المؤتمر العاشر غير العادي لحزب الحركة الوطنية لانقاذ الانباس والذي تم موجبه اختيار من عام جديد للحركة ونوابه وتجديد المكاتب والخلايا الفرعية والولائية المساندة والدائمة للحركة الوطنية لانقاذ وعليه فان اعضاء التجمع الوطنية للشباب الحركة الوطنية لانقاذ بقيادة الرئيس الوطني للشباب ادريس ابض الله كالا كالا نظم اللقاء الاول مع الامين العام النائب الثالث للحركة الوطنية لانقاذ بحر الدين هارون ابراهيم معرض من خلاله خطة واستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة حيث تضمن اللقاء كلمات بينها كلمة الرئيس الوطني لتجمع شباب الحركة الوطنية لانقاذ ادريس ابض الله كالا والذي شكر فيها جميع أعضاء المكتب الوطني السياسي للحركة للتمسك الوحدة من أجل استمرارية الحزب بنهج وفكر جديد يناسب المرحلة القادمة وأن الشباب مستعدون للعمل متى ما طلب منهم ذلك من جهة الأمين العام النائبة الثالث للحركة الوطني للإنقاذ بحر الدين هارون أشاد بدور الشباب باعتبارهم الطليل الأولى لحزب وأن الحزب يعوّل عليهم كثيرا في جميع المراحل المقبلة وختم اللقاء بتسليم نسخة من خطة العمل إلى الأمين العام النائبة الثالث للحركة الوطنية للإنقاذ إلى جانب زيارة فقدية لمختلف مكاتب تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ نختم هذه النشرة بقراءة هذا البيان الصحفي غادر اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة كوسماجي ميرسي غادر العاصمة جميلة متوجها إلى لندن وعاصمة البريطانية للمشاركة في القمة العالمية حول التربية التي ستعقد في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يوليو الفين واحد وعشرين انجمنا في السادس والعشرين من يوليو الفين واحد وعشرين توقي الملحق العلمي والعلاقات العامة آدم تشيري قربوبو اشتركوا في القناة